الموعد المحليمة أحلام شربي أحلام بك أحلام أحلام بك رميس شكرا لك وبكل المشاهدين البداية ستكون بقطاع العدالة إن التمست نيابة محكمة الحروش في ولاية سكيكدا زوالة اليوم تصلت عقوبة الحبس النافذ بين ثلاثة إلى ثمانية شهر في حق 22 شخصا من أتباع الطائفة الأحمدية والذين تم توقيف 18 منهم شهر أكتوبر الماضي بعد متابعتهم بتهم الإنخراط في جمعية غير معتمدة ومع تبرعات بدون ترخيص المتهمون في قضية الحال إذن صرحوا عفوا أنهم يجهلون بأنهم ينشطون ضمن جمعية غير شرعية كاشفين عن وجود نية لدى القائمين على الطائفة بالمنطقة لشراء قطع أرضية لبناء مساجد من أجل أداء الصلاة الخاصة بهم أمنيا تمكنت مصالح الأمن الحضرية الثاني بولاية الوادي من توقيف ثلاثة شبان في الثلاثينات من العمر مطلوبين قضائيا ينحضرون من ولاية وهران بسبب تورطهم ضمن جماعة إجرامية منطمة إذن العملية تمت بعد أن قام عناصر الأمن الحضرية ثاني بمدهمات لأوكار الجريمة الجماعة متورطة في قضية استيراد والمتجرة غير الشرعية بالمخدرات وكذا تبيض الأموال نمر إلى موضوع آخر يطرح العديد من الحرفيين بولاية غلزان وفي عديد المناسبات مشكل تسويق منطوجتهم ونتابع تفاصيل هذا الموضوع مع حمزة سروقي بعد الإجراءات المتخذة لترشيد النفقات التي أقضتها الدولة في جميع القطاعات بما فيها قضاع الصناعات التقليدية والحرفة ها هم الحرفيون بولاية غلزان يشتكون من تبعية هذه السياسة وهذا التكاليف كانوا في سابق العهد كان الدولة مولم عن طريق صندوق الوطن ترقية نشاطة الصناعات التقليدية نظرا للأزمة المالية التي يعرفها العالم على كل حال والجزائر كذلك بسبب خفاظ سعر البترون الصندوق هذا وكل السنادق على كل حال التي كانت في مختلف القطاعات ومختلف الوزارات أغلقت غياب منظومة فعالية لتسبيق المتجات الحرفية مشكل دفع بالحرفين للعزو في عد المشاركة في المعارض حتى أنها ظروف وأماكن العرض أصبحت ناقصة بالبزيف قاملت تسويق صبحت صعيبة عليه أصبحت الحرفة بسوش بيع كاش أماكن البيع بهذا أصبح هذا القطاع يواجه عرقي جديدة في حين ترفع الشعارات التي تدعو لتطويره كغطاع ومورد هامة للاقتصاد الوطني إلى شرق الوطن يستذكر هذه الأيام سكان قرية تيغزة إفراش في أعالي جبال المصارى بولاية خنش لا ذكر أن ما لقريته والتي تعض كأول قرية عبر الوطن يتم تدميرها من طرفها المستعمر مباشرة بعد اندلاعي ثورة التحرير القرية اليوم تتحول إلى مدرسة وفضاء مفتوحة على الطبيعة عمر عمري ثاني قرية عزوز قرية تعثيف تشناو تاتشلت على بوعدة 15 كيلومتر دمرتهم في نفس اليوم وعندنا ثاني على مقربة على أمطار على بوعد أمطار عندنا مركز الولاية الأولى هذه الشهيدة كما قلت أنها أول قرية تضمر على المستوى الوطن الإفريقي على المستوى وتعتبر أكبر جريمة يرتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري وفي حق شعب هذه المنطقة بعد الثورة مباشرة قرية تيغزة إفراش تتاكم من 800 دار كانوا يخيها أخذنوا فيها المونة دعنا نجيبوه من المصارة لأن القرية وجات في وسط جبل فالصيف نصيفوه المصارة وفي الشتاء صحاب المواشي هبطولي للصحراء ختموا الجولة المحلية شكرا لكم تفضلي دميس شكرا لك أحلام فاسل أعلني ونعود